البوكولانشار خلصنا من تحديثات يومين واربعة تحديثات اليوم مشغل التطبيقات مشغل التطبيقات اليوم فيه له تحديث جديد والتحديث الجديد بدي أذكر مميزات مهمة جدا في هذا المشغل يعني ركز معي شوي في مميزات يعني هذه المميزات انت بتحتاجها وهتلاقيها موجودة في مشغل التطبيقات وبعض المواصفات لهذا المشغل على وجه السرعة لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة يا حبيب علشان يصلك كل جديد وخلينا نروح إلى التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم هياب الصرفانتي من قناة هياب تي في كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين واليوم نجح نشوف مع بعض مشغل التطبيقات الجديد الذي بين يدينا كونوا معنا لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس يا حبيب علشان يصلك كل جديد وخلينا نجي إلى التفاصيل وارجعنا لكم من جديد الآن عنا مشغل التطبيقات اللي موجود الآن معنا هذا مشغل التطبيقات لآخر مشغل الآن متوفر لدينا على الهواتف بشكل اللي هو تجريبي بخصوص هذا التحديث هو عبارة عن تحديث إصلاحات للمشغل الذي يفتح التطبيقات لو أجينا هنا على الإعدادات والتطبيقات وإدارة التطبيقات وبحثنا هنا على مشغل التطبيقات إحنا بنعرف إنه مشغل التطبيقات هو الذي بيكون على أجهزة ريدمي وأجهزة شاومي أما البوكولانشر اللي عملنا عليه قبل هيك بيكون شغال على أجهزة البوكو هذا المشغل الآن متاح لأجهزة شاومي وريدمي هذا رقمه 4.39 وهذا المشغل هو عبارة عن آخر مشغل ألفة موجود يعني هذا إش يعني مشغل ألفة يعني بيكون قبل ما يكون للأجهزة المستقرة أو بشكل هوائي إلى الجميع يعني مش مستقر يعني هذا بشكل ألفة بيتم تجريبه بعد هيك بيتم إصداره مستقر لهوائي أو غير هوائي للناس أو للمستخدمين فيه هنا عنا ملاحظة بالنسبة لأي مشغل التطبيقات فيه عندنا اللي هو لو جيت عملت زي هيك هيعطيك الشكل هات بيقولك هز الجهاز لمائل خلايا الفارغة أو جيت نقارة نقرة طويلة زي هيك هيعطيك نفس الشي هنا الآن لما انتيجي تعمل عملية هز الجهاز شايفين الأيقونات كيف شكلها هيك بيرتب الأيقونات زي ما هو عايز هيرتب الأيقونات هييرتب الأيقونات بشكل آخر هيك هو الترتيب الرسمي للأيقونات عنده يعني لو جيت ضغط مرة تانية نفس الشي مش هيقولك هز الجهاز خلص هيك الخلايا عندك أو التطبيقات للأيقونات مرتبات يعني لو جيت كمان هنا في المنطقة هذه هيعطيه يقولك هز الجهاز لو جيت قلتها هاي هزين الجهاز هييرتبهم زي ما هو بده هيك ترتيب الرسمي بالنسبة للتطبيقات امرتبها في المكان الأعلى نيجي هنا على مشغل التطبيقات هللاقي فيه عندنا اللي هو تعيين الشاشة الافتراضية ولا تظهر النص والتنصيق ثلاث تنصيقات عندنا أربعة في ستة وخمس في ستة وأربعة في سبعة وعندنا المزيد عندنا هنا ثلاث سرعات موجودة متوازن وبطيء وسريع احنا قلنا انه افتراضي المفروض يكون متوازن أو انت خليه متوازن ولكن متوازن يعني السرعة بين فتح وغلق التطبيقات متوازن وما ايش يعني لما اجي افتح التطبيق مساء وسكره السرعة متوازنة ولكن كمان عندنا هنا لو جيد كمان في فتح التطبيقات كمان هذه الحركة متوازنة لو بدك تلغي الحركة تحت الشاشة الرئيسية بتقدر تحط اللي هو سريع ايش يعني السريع؟ يعني بفتح وبغلق التطبيقات بشكل سريع زي ما انت شايف يفتح وغلق التطبيقات بشكل سريع ولكن هيك في الشاشة الرئيسية بيكون ما في الانيميشن شايفين ما في حركة وانيميشن بالنسبة للشاشة الرئيسية زي ما هو موجود في البوكو لانشار يعني اليوم البوكو لانشار نفس مواصفات الجهاز أو نفس مواصفات المشغل التطبيقات نيجي مرة أخرى على الإعدادات وعلى المزيد يجينا عرفنا خليها متوازن طبعا هذه الحركة ما بتظهر لكل الأجهزة في أجهزة ممكن ما يكون بيين فيها بالأخص الأجهزة الاقتصادية وفي بعض الأجهزة كمان المتوسطة عندنا هنا مثلا ريدمينوت عشر برو في موجود السرعة هذه عندنا الإيماءات اللي هو والأزرار يا بخلي الانف عنده أزرار هايو أو إيماءات الإيماءات هذه اللي بستخدمها زي زي ما هذه اسمها إيماءات طبعا الإيماءة ممكن تكون من اليمين أو من اليسار يعني عشان يكون عندك علم يعني مش شرط أنه تكون الإيماءة يعني ممكن تمسك الجهاز بإيدك الشمال بإيدك اليمين وتشتغل فيه بأريحية وما في عندك أي مشكلة نيجي تان على الإعدادات وعلى المزيد ونيجي هنا لا تضر النص لو إجيبنا شلناها إيش يعني؟ يعني هي أسماء التطبيقات أصبحت متاحة شايفين أسماء التطبيقات أصبحت أنه في عندنا أسماء لا التطبيقات زي ما أنت شايف هاي التطبيقات وهي أسمائها موجودة أنا بحب أن يكون عنده هنا لا تضر النص بيكون هيك أحلى أنا شايف طبعا هذا لا تضر النص كمان مش موجودة في كل الأجهزة بتكونش موجودة في كل الأجهزة اللي عليها مشغل التطبيقات في حاجة موجودة في مشغل التطبيقات مش موجودة في البوكولانشر اللي هي كلمة الشاشة الرئيسية البوكولانشر عليها أنا درج التطبيقات يعني بس الدرج ما في الشاشة إيش الشاشة الرئيسية يعني أنا الآن لو أجيت سحبت لفوق ما في عندك ما في عندك اللي هو الدرج أصبح اللي هو الصفح زي هيك هذه اللي هي صفح إيش التطبيقات اللي موجودة عندك ما في عندك درج التطبيقات هذه أنا ما بحبهاش ما عايب فيه ناس بحبوها أو لا نيجي على المزيد تشير رئيسية بتأخذ درج التطبيقات وهي اقترحات درج التطبيقات كلها موجودة يعني بتقدر تستخدمه كبوكو لانشار زي درج اللي هو لأنه بيعتمد على درج التطبيقات لو جيت فتحت زي هيك هتلاقي فيه عندك الايقونات الأربع اللي فوق اللي هو المنظف وفحص الحماية وتنظيف العميق وإدارة التطبيقات لو بدك تلغيهم بتلغيهم من المزيد وعرض التوصيات لو فتحتهم ما فيه الآن أصبح ومش موجودين هنا انت مخير وكانت قبل يك نعملهم عن طريق تطبيق استيت ادت كيف بدنا ننزل مشغل التطبيقات الجديد أسهل منه ما فيه منروح على صندوق الوصف واللي بيسألنا عن صندوق الوصف دايما بقولك صندوق الوصف إيش صندوق الوصف حكينا عنه قبل هيك يعني فيديو بنيجي بننقر زي هيك هذا كله بيظهر كله هذا اسمه صندوق الوصف وهي المزيد وهذا كله صندوق الوصف يا باشا بعد ما تنقر عليها يحاولك على التليجرام هتحمله من التليجرام بعد ما تحمله بتعمله تثبيت زي كل مرة معجب كاش المشغل بتعمله إلغاء تثبيت التحديثات كيف إلغاء تثبيت التحديثات بتيجي على الإعدادات التطبيقات إدارة التطبيقات وبتكتب هناك كلمة مشغل بيجيك مشغل التطبيقات بتقول له إلغاء تثبيت التحديثات وبتخلص الموضوع هذا بالنسبة لأنه بدك تلغي في عنا هنا الشغل أحب أن نحكيها لما تضغط هيك على أي أيقون بتشرد هذه علشان الجهاز محول لغة إنجليزية يعني هين نعمله ثاني محول لغة إنجليزية بيصير بالشكل هذا إذا أنت بدك تحلل المشكلة هذه بتعمل زي هيك وبتيجع على الإعدادات وبتقول له اللي هو قفل تنصيق الشاشة أو بتحول الجهاز إنجليزي وبتعمل تعديد للأيقونات وبترجع ثاني انقر على أي تطبيق ما في عندك مشكلة خلصة أصبح تماما وإلى هنا ينتهي الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس يا حبيب طبعا هذا بركب على 12 ونص على 12 وعلى أي جهاز شاومي وريدمي كونوا معنا دائما لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك وتفعل الجرس وإلى اللقاء في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام اشتركوا في القناة